كلنا شفنا امبارح وتابعنا افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد اعمال التطوير والترميم في مشهد عظيم يليق بمقام نفيسة العلم وحبيبة المصريين ستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها وارضاها عمل التطوير اللي شفناها امبارح هي جزء من خطة الدولة لتطوير مساجد آل البيت في منطقة القاهرة التاريخية فخلونا نتعرف اكتر عن تفاصيل معنا النهاردة في الستوديو الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف صباح الخير على حضرتك اهلا بيك صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السيدة المشاهدين صباح الخير يا فندم يعني في البداية حابين نعرف الخطة اللي وضعتها الوزارة لتطوير مساجد آل البيت في البداية بنقول ان امس كان يوم تاريخي ويوم مشهود للشعب المصري والدورة المصرية بتشريف خامة السيد الرئيس وحضور افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضها الوزارة عدت خطة عظيمة ومتكاملة لتطوير مساجد آل البيت يمكن كان بداية الفتاحات مسجد مولانا الامام الحسين في شهر رمضان الماضي وقد ايه احنا شفنا الاعجاز والانجاز للقواتنا المسلحة الباسلة خلال شهر واحد تم افتتاح هذا المسجد العظيم وهو المكانة التاريخية مش للمسجد بس للمنطقة كلها كان مسجد مولانا الامام الحسين كان فيه طفرة غير مسبوقة وكان افتتاح غير مسبوق وكان المصريين كلهم في شوق انهم يروحوا مسجد مولانا الامام الحسين ومن وقتها الى الان معالي الوزير وجه ان المسجد يبقى منارة علمية يمكن فيه مقار كبار القراء برواية حفص ورواية ورش المقراءة المجودة الأسابيع الثقافية مجالس الافتاة مجالس الاقراء اصبح بالفعل منارة للعالم الاسلامي اجمع مسجد مولانا الامام الحسين ثم توالت الافتتاح بعد كده تم افتتاح مسجد رمضان هذا العام مسجد سيدنا عمر بن العاص وقد ايه احنا شفنا قد ايه الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصري العريق وقد ايه المسجد العطيق بتاع مسجد سيدنا عمر بن العاص وشفنا صلاة الترويح وصلاة التهجد وكمان كان فيه موائد الإفطار وشفنا نشاط الدعوة فيه في خلال شهر رمضان وما زال إلى الآن بعد كده مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد السيدة فاطمة النبوية ويمكن مؤخرا كان مسجد الظاهر بيبرس اللي عناية الدولة المصرية بهذا المسجد التاريخي العظيم اللي بيمثل حقبة عظيمة من الزمن وقيمت فيه صلاة الجمعة بيفتتاح بحضور معالي السيد دكتور محمد مكتر الجمعة ووزير أوقاف وتوالت الافتتاحات وكان آخرها ولن ينتهي أصلا هذه الافتتاحات ولكن كان أمس الافتتاح العظيم لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وعرضها إيه ملامح التطوير اللي تمت في هذا المسجد؟ ملامح التطوير للمسجد السيدة نفيسة طبعا نحن عارفين المنطقة نفسها كبيرة بتاعت السيدة نفيسة وعارفين المسجد كبير تم تطوير المسجد وتم تطوير المقام والمقصورة الرئاسية بتاعت السيدة نفيسة يعني الأمر مش قاصر بس على المسجد ولكن على المقام وعلى المقصورة، يمكن لو شفنا الصور المبارح وشفنا الناس الذين هي زارت المقام شفنا قد أيها المقصورة بتاع سيدا فيسة رضي الله عنها شفنا قد أيها الحضارة العريقة المصرية والتراث الإسلامي في المقام نفسه على غرار مقام سيدنا الإمام الحسين وإن شاء الله سيكون بعد ذلك مقام سيدنا سيدة زينة رضي الله عنها وأرضها لأنه قائم شغالين فيه دلوقتي شغالين فيه الآن في هذا التطوير يعني زي محرك كنت لسه بتقول دلوقتي أن منطقة السيدة نفيسة منطقة يعني كبيرة جدا والمسجد نفسه فعلا كبير ممكن منطقة مقتزة بالسكان خليني أقول هل ده كان بيصعب يمكن عملية التطوير بالذات الزحمة الموجودة هناك؟ هو يمكن الزحمة عشان فيه علاقة حب وود بين المصريين وبين ستنا السيدة نفيسة لأن الناس كتير بتحب تروح ويمكن احنا عارفين برضو المنطقة فيها بعض المقابر اللي موجودة في هذا المحيط لكن لم تكن عاقن أبدا من موضوع التطوير لكن تم التطوير على قدم الوساق ويمكن احنا كلنا شفنا الميدان كمان مش المسجد بس تم تطوير الميدان بالكامل بتاع السيدة نفيسة وقد ايه المصريين فرحلين من أمس ومباشرة مع الوزير أصدر قراره بفتح المسجد والمقام مباشرة بدون تأخير لأي يوم أو اتنين يمكن احنا سوفنا على السوشيال ميديا بيقولوا أن يمكن الخميس يمكن الجمعة لكن مع الوزير مباشرة أصدر تعليماته بفتح المقام أمس للسيدة الرواد والزائرين عشان هو عارف قد إيه الشوق والناس كتبين استنية فعلا أن هي تزور المقام بتاع السيدة نفيسة الدكتور إيشام عايزة عايزة عارف محددك يعني وانت بتتكلم عن المساجد اللي تم تطويرها مش أي مساجد دي مساجد تاريخية سواء مسجد سيدنا الحسين سواء الحاكم مع أمر الله حذك ذكرت كمان مسجد عمرو بن العاص زهر بيبرس كل هذه مساجد هي مساجد تاريخية في ترميمها وإعادة تطويرها عشان تخرج بالشكل اللي شوفنا عليه بارح مسجد ستين نفيسة هل بيتم الاستعانة بأثريين بأسادز التاريخ يعني مين اللي بيقوم بعملية التطوير تمام هو سؤال مهم جدا عشان حاطة الناس تعرف يعني أن الاهتمام مش بس بالمسجد فقط لكن الاهتمام بالتراث وبالحضارة المصرية العريقة زي ما حردك تفضلت وقلت بيبقى موجود فيه علماء من الأسهر وعلماء من التاريخ وكل ده بيبقى اشراف تحت الهيئة الهندسية القوات المسلحة بيبقى في حفاظ على التراث نفسه على الحضارة نفسها على الشكل نفسه على القيمة التاريخية الجميلة العظيمة مش بس فقط الشكل لكن الحفاظ على القيمة التراثية والحضارية لهذا المكان فعشان كده تم الاستعانة بالخبراء الأسليين وبعلماء التاريخ وبعلماء الأسار في الحفاظ على هذه الأماكن اللي حضرتك ذكرتها يمكن احنا عارفين انه يعني قال البيت عمتا بمحبيهم مش بس من مصر يعني مش اقول لحضرتك انه بيجون بس من محافظات مختلفة لا ده ممكن من العالم كله بيزوروا ايه ده مهم التطوير ده مهم الإنعاش يمكن السياحة الدينية مش بس الداخلية لا وكمان الخارجية طبعا يمكن هو في بعد زي بحضرتك تفضلتي في بعد تطوير السياحة المصرية والسياحة الداخلية والخارجية يمكن كمان الآن بيتم في مصار مزارات يعني ببناعة تعليمات سيادة الرئيس في مصار بيبقى لمزارات أهل البيت بيتم تطويره الآن على قدم وساق لانه ده بيبقى بليه بعد سياحي داخلي وسياحة خارجية وقد ايه احنا بنشوف مثلا في مسجد مولانا الإمام الحسين قد ايه كان في صلاة الترويح السنادي كان عدد كبير جدا من دول العالم كان بيحب يصلي معنا وفي مسجد السياحة النفيسة من أمس بدأ ناس كتير جدا من خارج جمهورية مصر العربية بدأت تتوافد على الزيارة لان فيه علاقة قوية جدا وهم عارفين قد ايه ان الدولة المصرية بتهتم بمساجد التاريخية ومساجد الالبيت خاصة طيب هل انتم في الوزارة ليكوا دور في عملية الترميم أو حتى رصد هذه المساجد التاريخية اللي بتحتاج لترميم أو الأدراح حتى؟ هو احنا كوزارة الأوقاف احنا عندنا اشراف الهندسي الكامل واحنا عندنا فريق الهندسة هو اصلا اللي بيبقى حد التقارير وبيقول ان احنا محتاجين نطور وكل ده بيبقى من ميزانية وزارة الأوقاف يعني في هذا المجال وكل هذا التطوير اشراف كامل من وزارة الأوقاف وكل ده بيبقى من وزارة الأوقاف وفي بعض المساجد بيبقى فيه اشتراك مع وزارة السيحة والأثار لكن وزارة الأوقاف مهتمية اهتمام كبير بتوجيهات من سيادة الرئيس وتوجيهات من معالي استاذ دكتور محمد نقطع الجمعة وزير الأوقاف بالاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى مش بس فقط الحيكل والمبنى لكن برضو المعنى اللي يمكن احنا شايفين قدقين المساجد النهاردة في هذه الأيام البرنامج الصيف للأطفال عندنا أكتر من يعني من 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية مستهدفين أكتر من من يول طفل النهاردة فيه طفرة غير عادية في المساجد وفيه عمارة المساجد مبنى ومعنى طيب الحركة دلوقتي ذكرت انه تم تطوير السيدة النفيسة مسجد السيدة نفيسة وبعدين اللي جاي هيبقى مسجد السيدة زينة باسن الله وفيه عمل تطوير في مساجد مختلفة بتختاروا بناء على ايه المساجد اللي هيتم تطويرها يعني ايه المعايير اللي بيها المساجد بالمساجد التي تحتاج إلى تطوير على مستوى الجمهورية يمكن إحنا الأسبوع القادم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله فيه افتتاح 9 مساجد يمكن إحنا في خلال 40 يوم إحنا افتتاحنا 60 مسجد على مستوى الجمهورية في خلال ال40 يوم اللي احنا فيها دي من بداية 1-7 إحنا القاعدة الأساسية عندنا على مستوى الجمهورية بيبقى فيه قاعدة وفيه أولويات للمساجد يعني ده مثلا أغلق من سنة ده أغلق من سنتين بيبقى في القاعدة موجودة سواء إحلال وتجديد أو صيانة وترميم لكن في مساجد بيبقى لها بعض تاريخي بعض حضاري زي مسجد ستان سيدان فيسا زي مسجد مولانا الإمام الحسين زي ما قولي حضراتكم هو في خلال شهر واحد تم الإنجاز بيبقى في مساجد لها أبعاد أخرى غير أنه هو مغلق هندسيا لا بيبقى فيها أبعاد تاريخية سياحة دينية بيبقى مزارات دي طبعا بيبقى لها أولويات في المقدمة لكن كل المساجد معمول قاعدة بيانات موجودة لها طيب نتكلم دولتي عن دور طائفة البهرة في ترميم المساجد وإحنا شفنا اهتمامهم وليوم دور خلال الفترة اللي فاتت حتى أنه رئيس هذه الطائفة كان موجود مبارح سلطان مفضل مع رئيس عفلت حسيسي أثناء افتتاح مسجد سيدان فيسا عايزين نعرف دورهم خلال الفترة اللي فاتت في ترميم وتطوير هذه المساجد التاريخية السؤال مهم جدا وده يمكن بدينا لمحة دقيقة جدا كون أن طائفة البهرة هي بتشارك في تنمية وفي بناء وفي عمارة المساجد بس ده بيدي بعد تاني يعني بيدي البعد أن مصر آمنة بيدي البعد أن مصر مستقرة لأنهما لما يشوفوش أنه فيه أمن وفيه أمان وفيه استقرار في الدولة المصرية ما كانوش أنهما يعني عملوا هذا الأمر وأنهما كانوا محبوش كان ممكن يروحوا أي مكان تاني لكن لما لقوا الأمن والاستقرار وأنهما عايشين وسط أهليهم فده قد انطباع لديهم أن المصريين أصلا يعني الناس بطبيعتهم مضيفين وأنهما بيحبوا يعني أي حد بيجي عندهم وبيستضفوه وبيعملوه كأنه واحد منهم فده كان أداء عامل كبير جدا أنهما يداءوا في تطوير مساجد ألا البيت يمكن هما كانوا مع مسجد مولانا الإمام الحسين يمكن كان فيه مسجد ستينة سيدة زينب ستينة سيدة نفيسة وفيه مساجد أخرى برضو فيه قاعد بيانات موجودة بيتم العمل عليها بتبقى فيه أولويات للمساجد الكبرى والمساجد اللي لها حس تاريخي وليها اهتمام كبير من المصريين احنا عايزين يمكن نركز على الجانب السياحي شوية لأنه زي ما قلت لحضرتك أنه ناس كتيرة قوية مش بس من داخل جمهورية مصر العربية لكن كمان من خارج حتى الدول العربية احنا مش بس الهند فيه اندونيسيا فيه بلاد كتيرة جدا طلابها حتى بيجوا يبقوا عايزين يزوروا مساجد ألا البيت الأظهر الشريف فالنهار ده احنا هل بنستهدف أو هل بنوصل لمسلمين موجودين في أنحاء العالم أنه فيه عمال تطوير بتقيمها جمهورية مصر العربية تمام هو يمكن بالنسبة برضو للحب تسيح اذا اقول لحضركم أننا الأسبوع ده احنا عملنا ندوات تسقيفية على مستوى الجمهورية فيه كيفية المعاملة مع السائح وأن ده ضيف وأن احنا عملنا على مستوى الجمهورية في المساجد بتاعتنا كان الأسبوع اللي احنا فيه ده كان يوم لتنين على خاص هذه الندوات التي يقيمت على مستوى الجمهورية فيه كيفية التتعامل مع السائح والزائر ويمكن هم الزوار من خارج مصر زي ما حضرتك ذكرت من أندونيسيا ومن مختلف دهم العالم هم عارفين قد إيه أن المصريين بيحبوا مساجد ألا البيت وقد إيه أن المصريين بيتعاملوا مع اللي بيحب ألا البيت معاملة خاصة جدا فده بيديهم الرحية أكبر فبيخليهم أن هم يجوا بأعداد كبيرة جدا يمكن على مستوى جمهورية مصر العربية يمكن بداية من سيد أبو الحسن في الشازولي في حميصراء في البحر الأحمر بتبقى فيه أعداد غافرة جدا على البعد المسافة والمشقة في السفر لكن بتبقى فيه أعداد كبيرة جدا بتروح تزور سيد أبو الحسن الشازولي وكذلك بيبقى في الإسكندرية في سيد أبو العباس المرسي وسيد يقوت العرش وسيد بن عطاء الله السكندري هنا في القاهرة ده كمان الكتاب بتاعه وبيدرس في مدارس كتير جدا خارج مصر وأديهم لما في بعض كبار جال الدولة في الخارج أول ما بيجوا بيحبوا من ضمن البرنامج بتاعهم بيقولوا مثلا إحنا عايزين نزول سنة الحسين عايزين نزول سيد أبو العطاء عايزين نزول فاهتمام غير عادي من الدولة المصرية واهتمام غير عادي من المصريين أن ده بيكون عامل مؤثر كبير جدا في السياحة المصرية الداخلية وخارجية حضرتك بتتكلم عن اهتمام الدولة بهذا الملف سواء بتطوير المساجد التاريخية الأديمة والأضراحة أو حتى بناء مساجد جديدة حضرتك قلت أن فيه تسع مساجد اهتمام افتتاحهم قريبا ده أكبر رد على الناس اللي كانوا بيقولوا أن احنا بنهدم مساجد لفتر الفاتر الله يفتح عليك ده مهم جدا عشان خطر يعني الناس المتطرفة اللي هما مش عايزين الدولة المصرية يعني إلى الأمام بقول لك مصر بتهد المساجد يمكن احنا شايفين أعمارها غير عادية يمكن الايقونة المصرية اللي افتتحت في شهر رمضان الماضي مسجد مصر والمركز الثقافي يمكن حدث عالمي حضارة مصرية جديدة احنا دايما بنعتز بحضارتنا المصرية القديمة وبنقول أن قدماننا المصريين عملوا حضارة لا احنا بنقول العالم النهاردة أن المرض وما زال المصريين هما هما بيعملوا حضارة جديدة زي ما حصل كده في مسجد مصر حضارة عراقة بسم الله ما شاء الله قواتنا المسلحة عملت مسجد مصر والمركز الثقافي بتاعها على أعلى مستوى ده أكبر رد يعني احنا مش هنقدر نقول احنا على سوشال ميديا نقدر نقول لا احنا رد واقعي حقيقي على أرض الواقع قدي المساجد وقدي العمارة المساجد وقدي بنية المساجد ودائما بنقول الأرقام ما بتكذبش يمكن احنا من 2014 إلى الآن يمكن احنا فتحنا وعملنا إحلال وتجديد وصيانة وفرش عشر تلاف تقريبا عشر تلاف مسجد أكتر من عشر تلاف مسجد إحلال وتجديد صيانة وترميم أو فرش من 2014 إلى الآن فازاي احنا بنهد المساجد وكمان شارع الأشراف اللي شاهد ترميم واسع جدا يعني بنتكلم كمان الأضرحة اللي فيه رفع الكفاءة ترميم يعني الجميل كمان انتو بتهتموا بالمنطقة ككل يعني الجذب كمان مش بس السايح لأ كمان المريدين والمحبين لآل البيت ده صحيح وده الملموس على أرض الواقع وأي واحد عايز يتأكد من كده ينزل أرض الواقع هلقي ده الأمر ده بالفعل موجود قدقيه الحضارة المصرية قدقيه الاهتمام بمساجد آل البيت قدقيه الاهتمام بمصار وزوار قدقيه البناء العظيم للمساجد التاريخية وقدقيه البناء الحديث والحضارة المصرية الجميلة اللي هي أرض واقع النهاردة موجودة أعتقد ده كمان هيكون ليه انعكاساته على المنطقة نفسها على الحركة التجارية في المنطقة نفسها يعني لما نقولني فيه ناس بتيجي من برى مصر أو حتى من المحافظات المختلفة لزيارة ضريح السيدة الافيسة بكل تأكيد هذه المنطقة هتشهد رواك تجاري أكيد طبعا ويمكن احنا لمسنا ده في مسجد مولانا الإمام الحسين عشان الخاطر هو في منطقة يعني مش بس حصل تطوير للمسجد بس للمسجد لكن المنطقة نفسها تطورت والمنطقة نفسها أصبح فيها رواج غير عادي كذلك الأمر في منطقة سيدة الافيسة هتلاقي فيه رواج وهتلاقي فيه تجارة وهتلاقي فيه استفادة ومنافع للناس كلها في هذا المنطقة تمام المنطقة فاضل فيها مساجد ايتانيا شغالين عليها دلوقتي هو احنا يعني في نفس المنطقة في نفس المنطقة بتاعت السيدة الافيسة فيه تطوير للمقام سيدة عيشة رضي الله عنها وارضاها وفيه تطوير لبعض المقامات موجودة وقريب منها مسجد سيدنا سيدة زينب رضي الله عنها وارضاها وفي المحافظات بقى المختلفة ايه قارب المساجد لا يتم ابتتاحها زي ما قلت لحضراتكو احنا اسبوعية احنا بننزل على صفحة الوزارة عشان الخاطب برضو بنرد على اصحاب الدعوات المغردة اللي بيقوله مصر احنا بالارقام كمان احنا عندنا حاجة جميلة جدا احنا بنبقى كاتبين اسم المسجد والعنوان بتاعه يعني عشان الخاطب لو اي حد عايز يشكك في هذا القمر والله احنا بنقوله المسجد الفلاني في المكان الفلاني ده اللي هتم افتتاحه الجمعة القادمة بالاسم وبالمحافظة ودي هتم افتتاح المسجد في نفس التوقيت اللي بتحددوه في نفس التوقيت وكمان احنا بنقوله هنفتدح تسع مساجد يوم الجمعة انت تلاقي يوم الجمعة نجيب صور بنجيب فيديوهات للمساجد اللي تم افتتاحه يعني بالفعل المسجد ده تم افتتاحه وفي لان اللي كان موجود كويس عشان اللي هيشوف المساجد اللي تم افتتاحها اهالي المنطقة بس بس كويس ان احنا بنعمل كده عشان كل الناس في كل حتة في الجمهورية يعرفوا بالفعل ان فيه مساجد تم افتتاحه ان مصر بتهد المساجد ومصر مش همتطور المساجد وخطوة مهمة جدا كمان لجذب السياحة الدينية يعني العديد من المسلمين في جميع انحاء العالم يحبوا ان هم يزوروا آل البيت وفي نفس الوقت المنطقة كلها تبقى مؤهلة لده واستقبال السياحة وحلوة قوي ان انتوا عملتوا ندوات تثقفية لتثقيف طبعا الشيوخ ويعني اي حد قائم على اعمال الترميم انه هو كيفية استقبال السياح ودي حاجة مهمة جدا جدا وتعامل معي اكيد مشكرك الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاقاف كل شكرا لك يا فن شكرا لحضراتك وشكرا مشكرين جدا